اشتركوا في القناة بس عدم المؤاخسة انا ما اعرفش اعمل حاجة غير الطبيخ وهو ده اللي احنا عايزينه منك عايزينه نطبخ لمصر كلها باشا دول 75 مليون ده ده حالي يتهد تقول لي انا عايزك تسمعني كويس انا واقع عليك الاختيار انك تكون طباخ سادة الرئيس انا باشا ايو انت انت طباخ الرئيس طباخ الرئيس يا الله بتقول لي حيطبخوا رئيس كمهورية يا الله بتقول لي عبد الرحمن بعد ام اخ الرئيس يا الله انا مش بسادي على امرسي بتقول لي عبد الرحمن بعد امرسي انا مش بسادي على امرسي ايه لا امتؤلي وتمالك دعصالك لازم تدريك خطورة و اهمية اللي انت داخل عليها انا بحب الرئيس جدا يا باشا علي ابطلاء انا انتخبته مرتين بتقول لي اهم حاجة محدش يعرف انك شغل في الرئاسة لا نشرح مراتك ولا تفيدة حماتك ولا صلاح خل مراتك ولا مخروع على الارض طيب عدم المؤاخزة حقول لهم أنا بشتغل في إيدي زي ما أنت على عربية بتاعتك تقول له عمري حاسس إن ربنا بخبي لي حاجة كبيرة عدم المؤاخزة هو سؤال رفاية عباشر اتفضل هو المرتب كام 350 جنيه كام في حاجة هم تولي المرتب مش عاجبك لا تقول لي غرقوني عباشر لقلبك 350 جنيه ده المرتب الأساسي بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه مرتب الوزير 2000 جنيه ده الأساس يا باشا طيب أقول ليك شباحي طيب كمية وخمسين بس تتقضى والله تتقضى ربنا هيترحني فيهم باركة والواحد حيطمع لسه بادري يا بيه عودة اللي هتجي بسرعة بسرعة أبوس إيه ديكسي بيني في حالي أنا روحي هنا هو إيه ده مالو الرجل ده في إيه 250 جنيه في الشهر يعني كام يعني 350 جنيه في الشهر عد فيهم أيني انت إيه تتكلم نفسك خلاص بس أنا ماليسي ماليسي بكرة هتتعدل يا ولا وهجيب لك داستة العيال اللي انت نفسك فيه بس يلا بقى يلا شراح انا بقول ان سكي عن الموضوع ده الايام اللي داخلين عليها شكلها نشفة اوي قدر السيد رئيس اليوم احتفال العيد الوطني وصلتين من المسؤولين وكبار رجال الدولة وبين هتفات الجماهير المدوية معاهدين زعيمهم على الوقوف معاً يداً بيد وقفة رجل واحد نحو هدف واحد من أجل التقدم والازدهار موسيقى متولى عن دراحة التطبق الجديد سماء الخير انت متأخر بي أوروبا المواعيد هنا عسكرية كل شيء منظر اوه زرني يا عم سلمان انا ما ديمت شطول الليل ركبي بتخبط في بعضه ورجلي مش قادرة تشلي شوف يا ابني لو كنت عايش تكمل هنا لازم كل حاجة تكون مظبوطة بالملة نص جرام مل يعني نص جرام مل مش جرام الأوروبا مفيش حاجة اسمعها بالبركة قولناك يا عم سلمان هو سيادة الرئيس بأكل إيه؟ الواجبات المفضلة لسيادة الرئيس هي نفس الواجبات المفضلة لأي مواطن عادي أنا بحاول معك هنا كم يوم لحد ما تحفظ الشغلانة وتأخذ عليها أبوس إيدك ما تسيبليش عم سلمان إيه ده؟ انت بتعيض عم سلمان؟ لا ما عيضش على حاجة واحد لما بيسيد مكان أخذ عليه وعاش عمه فيه بتصب عليه نفسه أنا بقى لي 12 سنة مع سيادة الرئيس أولادي كبروا جوزوا مخلفوا مفيش مخلوق عارف إن كنت طباخ الرئيس كنت باجي كل يوم هنا يا متولي وأنا حاسني بعمل حاجة مهمة بقيت يا عم الوطني ما بيني أوفقك يا بني متولي كريم باشا يلا متولي عشان هتقابل سيادة الرئيس دلوقتي دلوقتي يا فندن؟ أيها دلوقتي يا متولي طيب ممكن بس نأجنها شوية عشان ماخدش على سيادة الرئيس وجني فضي يلا يا متولي مفيش وقت يلا تكل على الله يا ابني يلا معزور متولي يا فندن طباخ جديد إزاك يا متولي؟ الله يسلم ساعدتك يا رئيس إيه مالك؟ لا أصلي بس يعني هي بتساعدتك يعني طب의 مكوز؟ أيها رئيس عندك أولاد؟ أه لسه رئيس أصبح عندهم عريس جديد طب مش تشدة حيالك بقى نخلي فوران يا رئيس قوليا هتوقن يا اين 건강 الله يا فندن أن حسب الجدول الماء لا لا كدول فلا حاجة أنا عايز شوية شربة عدس شربة عدس فضل حاضر عم سلمان أنت فيني عم سلمان إلحقني أبوس إيدك عم سلمان في أي أمني الرئيس طلب شربة عدس وأنا عرف أعمل ستة وعشرين نوع شربة عدس مفيش ولا نوع منهم في دماغي دلوقتي أنا انتهيت عم سلمان أعمل إيه قولي طب قوم قوم ما تخافش أنا حصلي كده أول يوم جيت اشتغلت فيه مع الرئيس يا ابن يا حبيبي الرئيس بيشرق شربة عدس زي أي شربة عدس عادية الله اشمعنا لما بتقف على العربية في الشارع بتبدة إيه؟ أنت ما بتعرفش تطبخ اللي على الرصيم؟ يا عم سلمان أنا ما كنت بطبخ في العربية ما كانش بيهمني كنت بطبخ للشعب إنما ده زيادة الرئيس لو حطيت ملح زيادة، فلفل زيادة أبقى انتهيت لا ما تخافش قوم أول خطوة ما تخافش قوم بطبخ موسيقى قوم بطبخ موسيقى موسيقى ما هو العدس؟ أوبتك نظر؟ نص جرامل؟ قال لي لزبت عشان سيادتما بحباش شكرا بتولي استنى خدوا ربنا خليه ساعة كرس توليكين واربعين جنيه ربنا خليه جفن أخبار عمشحتة ايه يا ابنت والد؟ الحمد والله الكوان مشحتة؟ هو سيادتك اللي جيت عمشحتة وكلف وطاجة وطاجة ما كنتش يقصد الله بس انا يا شفا خد والله ما كنت قصد خد فروسة كامل خد فروسة كامل بالفضل يا رب يا رب سمحني يا رب يا رب انا ممكن تشعرف النبي يا رب والنبي سمحني يا رب بعدين يا رب يعني حتى لو عارف النبي ما عاين الادب لازم يضرب او ماشي عاكس في النسوار الناس وديوم يا رب خش يا مطهر خش خش انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام ديوقتي بقى اخش فيه الزايدة اخش 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 انا عتلادي علي ليه بس دوارت مني سبع عداني شهير بهير بهير شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربية تربية فتك نص عمرك مامي بقى تختم في صباعي انت مش فاهم شهير مامي وهي صغيرة جمدة بس انا مامي وهي صغيرة قفلتني من مامي وهي كبيرة اصلا بولك ايه؟ تعرف حاجة عنوات سمير انا هنا اهو ايه الصوت ده انا هنا اهو انت مين يا عمين؟ انا سمير اخوك يا ابني سمير انت اشتغلت الصف راجي ولا ايه؟ انا مدت ايدي على ابو يا شهير تعال يا حبيب تعال يا عم انت انا ماليش دعوا بالكلام ده انتو تخرجوني من هنا دلوقتي حالا انا عندي فكرة جمد اوة محاكيني مش انوحنون تاني يا ابني تعال عشب محدش يسمعني صايع هبل صايع هبل ازاي؟ وديت عملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده يا ابني اي حاجة قديمة بالنسبة لك بالنسبة لهم جديدة لنك افتح يا حصول انا عندي يا مدهس مدهش مدهش جدا مدهش خامس وش يا ابوك يا مدهوبة يا ده انا دوخة طب وبعدين ده لو ابوكم متجوزوا امهاتكم يبقى ملوش لازمة الجهاز اللي بتعامل ده ما كل واحد فيكو طلع لابوزة يتخذوه وبوز عليه الموضوع وكل واحد فيكو برضو لازق جنب ابوك انا خطبته انتو متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ موسيقى موسيقى دفيدي حبايبها لا تحضرود دوحة الحبايبخ يا أمي يا رب يخلكن يا أمي استغفر للعظيم يا رب لازم تروحوا الحفلة وتخلوا يتعرف عليهم دي ما فيهاش هزار دي يعني يا دكتور هنعرفوا عليهم بالعافية أيوة طبعاً لأن كل حاجة لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط لأن كل الفعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل يعني مثلاً يا سامير عربيتك اللي تكسرت مش هتلاقيها في الألفينات خلاص بح شهير ها انت عملين تتكلموا في مواضيع تافها وفي مصيبة انتو مش واحدين بلكوا منهم خير يا مال تسليم المشروع بكرة دكتور أيوة ايه ده مش عايزك تسيح دي حاجة بيني وبينك بقولك إيه انت كنت لسه بتقول دلوقتي إن أي حاجة هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل تصحيح طيب نفترض مثلاً يعني جدلاً إن أبونا اتجوز واحدة بس من الثلاث أمهات إيه اللي هيحصل ساعتها يبقى الاتنين التاليين مش هيتولدوا مش هيتولدوا خالص أيوة عشان دول إخواتي ولازم أخاف عليهم وانت فايا يبقى أنا بقالي ساعة باشرخ خلقتين يا أيوة قلت لك متأكل يا لهوي أيوة مش هيتولدوا مش هيتنيلوا ياه 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 موسيقى أبو جاي أبو جاي ما هوي أنا كمان شاهير الصديقي الصادوق منور الحفلة مونير أعرفك بصحابي بهير وسامير أهل وسهلا إيه ده أنا شفتك أبريك؟ أنت مش كنت في الزور عن طريق؟ التاني كان سود آه آه صح التاني سودح صح يا شاهير عايزك؟ عايزك تنبستو قوي أه؟ عايزك بقولك إيه؟ ساميرا وشاهيرا وبهيرا جمل حفلة مونة هي عايزة تظبط معه وعلق كل واحدة فيهم فأنا محضر لأول واحدة بهيرا فخفخينة دي حقولها لها تمام تمام ساميرا بقى محضر لها قشتو دي حتمشي معاها التالتة بقى لا شاهيرا؟ سبهل السبهل السبهل أنا أصبتها لك اه اوكي اوكي مناورين مناورين يا جماعة عن حفلة حبلتكو كساتكو مزكاتكو اه؟ أمك دي؟ أمك 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 تمام لا مش تمام أممي بيتعمل عليها حفلة هناك يا كدعاني أنا أروحها that's not the Meg翻? سعيدة يا جماعة سعيدة ب찰am الله الله دي احنا بينا عالى ال��وي اه اه شهيرة اللي حكيت لك عنها يا بهير بهير صحبي اه بذيك يا بهير اчи أنت يا بهير؟ ما تقول حضرة neste انت رجب skillet انت الرجاج المترجم للقناة 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 أنا دلوقتي السلام يا جعير عموماً أمي معاً أمي معاً شهير أمي معاً 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 موسيقى 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 ما تخلصي بقى العريس عفن هو هومب وجو انا مش مالح عناس تتين مع شخص حد يسيب عريس محترم زي أبودان ده وإيدي حقا للواخش ده إيه مش بدي أين أكتني أليه؟ بس عده لك وأنا إيدة إيه لو هتبقى شراجية بدنا شوف شورك إنت حالة جاول جوازنا الله صلوات؟ دعيه بقى جواز حبامات دي سيرة دي؟ امشي يلا وإنت قول فاتح لي السوستة اللي إنت حتتطاهر؟ يلا يا أبا من هنا إنت كده بطيتها أعط لي إيش؟ هو أنا بتاع بلاديي حصدر لك الفرش يا بيت أنا عايزك تتجوزي وتستطاتي عايزك تستطاتي ولا تستطول عشان عشان تتجوز بيها لعلمك بقى مش هتجوزها لأ الإنسان اللي بحبه حق في إيه؟ انت بتحب مين يا بيت؟ أه ما بحبش حق تعالي هنا أه قضي يعني لما حب يعني الناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا وظل ماتوا من زمان صح ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن سابعة وسمعني سلام اللي ملووس كبير يستيرله كبير وطلع له كبير صباحين واحدت على أحلى عم في الدنيا انت عتالي لي يا بجد الواتي؟ عايزك تنزل معي دلوقتي بسرعة مش هينفع أنا عندي ظروف خاصة جدا يا عم استنى بس البيت طفاحة جالها عريس لقطة تحت ابن حلال ومعه فلوس عايزك تنزل معي عشان تقناعه أه 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 أصيب صراحة أنا واخد حباي الضغط وانت من قيمت عندك ضغط لما بشوفك بجين الضغط يا عم استنى بس ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له بحل مشاكلنا أه أصيب انت مش فامح ها أنا نفسي مزنوق ومحتاج لأي حد ألجأ طب ما تلجأ لنا ها نجأ لنا أنا وطفاحة ونتلم في حضن بعض ونبقى أسره واحدة ايه طب ايه ده ايه ده ايه 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 ده ايه ايه اخد اخد نبيتك مش ده الحضن اللي أنا كنت بستريد ايه ده يا عم في ايه ايه بسم الله ما شاء الله ايه انت زي البنب انت زقتني زقق جامد قوي وضغطك عالي وواطي وسخر ايه في ايه الله يتفهم ليك صحيح بس وصح عوضة اتفهمك حاجة انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم ما تحشروش راجل حزين زي منكم حزين؟ اه حزين كبيرة وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين ام الله وفرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقولك ايه تلاتة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقبل العريس تحت يلا استنى طيب يلا رسك عالك استنى 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 هاتي خدني كده عبرنا على ما انا وشي اغير ردومي طيب طب روغغير بس بسرعة لو سمحت ست مفيش دكاترة هنا مع رسك هو كان فيه بس راك جوان غزب عنه احتمال يفتح بعني ساعة مفيش دا كاترة اينا مفيش حد حيفتح يلا يا ست بطاني كوحة قرفتينا ايه دا يا عمد دي شكلها حتموت خالص هي كانت حتموت حتموت بس اتكتب لها عمر الدين النبي حاجة ما تعرفيش واحد ساكن ايه اسمه بصير ايه يا حبيبي عند الدرب اللي هناك دا فين عند الدرب يا حاجة جوا الدرب ما هو اللي بيتدرب هو اللي بيتدرب هناك دا دا انا ونفسينكم يا حاليتها انت وهو خدت بناي من بابة من المغرب اربعة على واحد مش جولة عكباتي اه 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 حاسم مكانش اللازمة اللي انت عملته كان كل هروم عيساها كان عيساها ويمشو انت كل يوم متعاودت الدرب في الشارع كده كل يوم ما عادة الجمعة الجمعة بقى انتعارك انه اجازة ما بنزلش من البيت خالص بيطلع هم يضربوني هنا ايه دا وإن اللي في سيدرق بي دي الصاصة انت كنت في الحرب يا بابة لا في الشارع برضو الاسبوع اللي فات ماشي نفسي العيان روح ضربين علي نار الشازي هالي عورتني لكن الحمد لله يا ربنا سطر موسيقى موسيقى بهير هانم بهير هقعد اناك على ترابيز الامير هانم امير مرسي كتير موسيقى سيلفو بي يا اخينا المكان دا محجوز مش هتيجي افندم هي مين دي لي مش هتيجي مشيرة اختك مش هتيجي لانها اصلا مش جاعة عشان تحضر الحفلة دي جاعة عشان تقابل مشير جار كل ساكن قصدكو انت بتقول اي يا اخينا انتا وبعدين انتا تعرف مشيرة هانم اختي من انا انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها اعرف ان اسمك بهيرا بهير اعرف انك ما بتحبش تلبسي سناضل عشان متعقادة نسباع رجلك التاني اطول من الاولاني اعرف انك لحد دلوقتي ما بتعرفش تنامي غير والنور مولع اعرف انك عشان تخرجي النهاردة كدبتي على بهير بي والدك وقلتيله انك رايحة تزولي صاحبتك العيانة امير امير لا بقى انا عبتصب بجمورة استاني دي اطلق من انا بقى مستابل يا ابن انتا جايلي من والله العظيم زي ما بقولك بالظبط طيب بصيلي كويس دي باروكا الهدوم دي انا لسه شريعه قبل ما جيلك دلوقتي حالا بقولك يا ابن انتا ان ممشيتش من انا انا عطلب ريس النجدة استنى طيب بص الصورة دي الصورة دي انا مصور هرك الاسبوع اللي فات في المحاضرة لا مش انا حيط بلاش دي امسك الملزمة دي افتح افتح خطك دا ولا مش خطك خطك دا ولا مش خطك انا اطني او حقد انتا عرفني عرفني قلب الاب يا ابويا حرمتني منك سنين ازايكو يا بنات موني يا مني كابل يا مني بقى عايزين تروحوا فين بقى جزرت الشاية يا مني طب يلا بينا هو ابوك صحيح ندل وبيعنا فعلا ابوك دا كان زي الامر كانوا كل البنات لما يشوفوه كانوا بيتهبلوا عليه ده كان واخد جايزة ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69 مش ممكن مونير الخطير ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69 ايه ده انت عرف سيني؟ انت كنت موجود في الحفلة ولا ايه؟ طبعاً ده انا رشحتك انا ومية وعشرين بنت من اصحابي مية وعشرين بنت؟ لا ده انت تيجي معنا بقى يركب يركب يلا يركب فين؟ يركب في اي حاجة تعال بيش انا فعلاً اكتب افكر في المشروع كده بس الامكانيات مساعدتنيش واللي انت بتقولي ده شيء بمستحيل والله العظيم انت كملت ونجح والدليل ان انا واقف قدامك اهو فين الجهاز اللي مرسوب في الملزمة؟ الجهاز اللي خلق الفجوة الزمنية اللي انتوا جيتوا منها لا ده اختفى قول ما زي من السبعينات طب اقولك حاجة ممكن تروح تجيبه واجبهولي وانا هرجعكوا عادي وانت فكرك يعني ان انا لو رجعت هجيب الجهاز ورجعلك انت تاني ليه؟ الله كلامك صح يا ساميرا فاندي بس ايه العمل دلوقتي؟ اصلا انا شايفه ده فيه امكانيات متطورة الامكانيات المحدودة انا مش عارف وفاها ولا لا بس انا هجرب يا ساميرا فاندي هجرب انت تسمي عنوانك ولا هبعط لك طلغراس لا انا هجيلك يا سهل وولك يا بصيل ما تعرفش بيصورك جزء التريبت عن طرف اني بس انت شكلك خلبوس ما نزلتش عينك من على سوسو طول القعدة عب عليك لا يا ريبتي يا معلم دي بنقولها عادي كده بص مش هتفهمني قشطشط قشطط انت جعاني يا عما ولا ايه نفسك في القشطة؟ بقولك ايه فوكك مني خالص ومتسألنيش عن ايه فوكك هي طريقة كلامي كده والعلمة الطريقة دي بيتجيب قوي مع الحريم جيب مع الحريم؟ جيب ايه مع الحريم؟ بتجيب مع الحريم يا مونير يعني بتخليني اتعرف اسرع على الحريم بتخليني اسيع مع الحريم لا لا، بس عمرك ما هتبقى أسيع من المونير الخطير، انسى لا أسيع، تعرف انت يا مونير عن البنت؟ أعرف هي عن البنت، تشفى ما كنت أبنى يا ابني البنت دي كائن ملائكي، مرهف الإحساس، فياض المشاعر فياض المشاعر؟ ده أخرك في السياف، طب اسمع دي البنت يا مونير زي طبع البصد، تتفى عليها تنسى صح، يا ابني الايه؟ صح، برافو، برافو طب اسمع دي كمان سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك برافو، برافو، انت مدهش يا خبرو بيض، لا لا لا، انت من النهاردة صديقك ربنا هيخليك، مدهش، مدهش ده ايه ده بس يا مونير رايح على فين؟ لا لا، سيب لي نفسك، هاخدك معي مشوار كده في الساكاة وما تقلقش خالص الله، ايه ده؟ فيلم عن طرى بن شداد، ملك الترسو فريد شوقي ده اخرك في الاكشن؟ يا احمد ربنا للاستاذ لسه ما تولدش يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الملك جاهز، هنصور يلا كل واحد في مكانه، اتفضل يا سعيد، اتفضل شوف شوق ما بقولك يا صاحبي، ما تعرفش واحدة بتصور معاكو هنا اسمها سميرة سميرة هين اللي عرفها، في حد ما يعرفش سميرة سميرة هي وعدم اللي مؤخذة تخصك في حاجة ماش معنى؟ عصد من ساعة ببداينا تصوير وهي تؤمن على حجر المنتج، تقعد على حجر المخرج تؤمن على حجر المخرج، تقعد على حجر المؤلف تؤمن على حجر المؤلف، تقعد ولا مؤلف استغفر الله يا أخي ما توقعنيش في الغلط ما بحبش اخد سعرات حد، الله يسطرها علي ولا هيك متأخرة، متأخرة دعوتك يا عم اليرد أنا عمري مرضيت أمشي مع مخرج ولا أصاحب منتج ولا أرفق ممثل ولا أعبر حتى ريجيسير، أنا اللي كنت بقول لا الله يرحمك يا أم يا أمي ماتت قبل ما تولدني اتفضل وحلبس يا أستاذ، يا سعيد خد الأستاذ لبسه ودهنه سود ورميه بالعبيد عبيد ايه يا أم، ألبس ايه يلا يا جماعة، خلصوني عادي أشتغل هل تفضل يبصلي كده؟ مش هتفرج على بقية المسابقة؟ لا، أنا مبسوطة وأنا بصلا كده بعدين نتكت المسابقة معروفة، أكيد نظيرة نظيرة هتفوز زي كل سنة مش صحيح، نظيرة ونظيرة مش هتفوز السنة ازاي؟ لأن كعبة جزمتها هيتكسر دلوقتي حالاً وحتقع وتتعور ومش هترضى تكمل المسابقة انت ايه؟ انس ولا جن؟ بشر؟ ولا ملاك؟ شكلك غريب، وكلامك غريب، كل حدا فيه غريبة عرفت ازاي انها هيحصل لها كده؟ قلتلك نعرف حاجات كتير محدش يعرفها طيب قليني اللي هتفوز بالمسابقة باهير يا باهير اه، 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 مش معقول انا اصلا ما دخلتش المسابقة هتدخولي، رئيس المسابقة حيطلع دلوقتي وحيعلن ان نظيرة نظير مش هتقدر تكمل المسابقة نظيرة هانم نظير مش هتقدر تكمل المسابقة واللي يحب يشترك بدلها ممكن يتأدي وإذا كان هناك شخص يشترك بدلها في المسابقة ممكن يتأدي بشرط انها تجاوب على ثلاث اسئلة اللي هتتسئلها بشرط انها تجاوب على اسئلة الثلاثة اللي هنسألها اللي تحب تتقدم ترفاقي ديها اللي تحب تتقدم ترفاقي ديها رفاقي ديك رفاقي ديك رفاقي ديك باهير يا هلنبهير، فضلي يا معلم مستودع الحريم ده المسابقة دي بقى هي اللي بتفوز بيها البنت الكاملة من كل حاجة بالثقافة اللياقة، الأناقة، اللباقة، الشياكة بس مش إيجي بتاعني بس صدق شوية حريم يهبلوا إيه حريم؟ حريم مش قديمة شوية كلمة دي هشغير ولا إيه؟ استني نعم حيسألك لو كسبت عشرين ألف جنيه هتعملي بيوم إيه؟ أقول له إيه؟ قول له حضرت براعي بيوم لأي حاجة خير حاجة خير زي إيه؟ سبعة وخمسين ثلاثة سبعة وخمسين قول له أيتام دكار تاني السؤال هيسألك مين الشخصية التاريخية لنفسك تعبليها؟ أقول له مين؟ قول له سندباد دكار، والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث؟ السؤال الثالث؟ كنت قلتلي إيه السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يومي وإحنا بنتعش أيوة، هيسألك إيه هي عاصمة تركيا؟ أمكارة أمكارة يلا، اطلعي ودعيلي شفت بقى؟ طيب أنا يعني هروح الحمام كده خمس دقايق عن إذنك وجايلك تاني بيس 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 بمعنى غور آه، أوك سيد فريس يوه، أدي وقع ما قلتلك فريس شوقي خلاص عجز لا بقى يعرف ينط ولا يركب خيول مش كنت شفت إنه وقت كده يعرف يركب الخلو ينط عليها حلوة أنا فاركش يا باشا، فلوسك حرام خلاص، أنا هتصرف شوف لنا أي ود دوبلير يعمل مشهد بتاعي وصنده أول مش كنت جبت إنه الود اللي طالع جديد اللي اسمه عزة العلالي ود أمول كده ومحفلة وبيعجب البنات شايف الود دوت؟ يعني، مش بطال بس هو عامل ويرور كده عامل زي فرض الحمام اللي مش متضغط ليه؟ يا باشا زي كان على ده يعني يا حلالك حلالي، كل حاج عندك جاهزة، ايه هتنفخه؟ حسل، حسل يا باشا، حسل يا بدي الجنية، شوف الود نط نط خدهم كلهم على الأرض زي شايف، الود ده اكتشاف، سبتصدق أنا همضيه وفي خلال سنة، هخليه بالمنتو، بتاع الشرق كله خلاص، بمشي فريد، والولد الهايل ده يكمل، عفقري يا باشا عفقري تفدق انت فقعتها لي، المرارة لا، حلو 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 حقيقي كات، هيل 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 براما الفرصة نديفة هو سعالة الباشا، أنا زي كان علي أجوزهلك وقتي في التو واللحظة بس انت عارف يعني، يبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعمله في المناسبات اللي زي دي ان احنا ناخد رأي البيت وكده طبعا طبعا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع ان مش هقدر أعمل فرح عشان نتعارف ظروف الخاصة، إنما أنا أجيب لها أشاء غير أنا تحت أمركم في أي طلبات مادية عيبة دكتور ما تقولش كده احنا بنشتري راجل وآخر حاجة تهمنا الفلوس احنا كل اللي همنا سعادة بنتنا وبما إن سعادة بنتنا مرتبطة بالفلوس لاتكلم شوية في الفلوس مش هتجوزها لو حتى التالتين يا حاحة ولو تأتي يا باستي دا دكتور وانت تقول لي دي جوازي دكتور ما بحبوه حب تاني احتراني حب قصدي، ما باسترى يحلوس يعني هو سموه ولا توكة يا باستعالي واحسبيها صح ولو هحسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديث وزميل كلهم بيروا عليه كلام وحش وأولا براجل وحش كانجيت قداملك يا باستي معالك دا دكتور دكتور أولا عيانا عشان اتجوز دكتور كل دا ايه؟ عشان بتعلق نبيب؟ المتجذب عينه واحدة اللي انت بتحكميه؟ انت فكرك يعني بعد ما ندب واستعامى وبعملت اللي بحيبصلك دا هيتجوز أعرف فتاة فيديو كريب هتقابل ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات حرام عليكي، حرام عليكي ضيعتين أمعاتي انا صفرت عليكي بما فيه الكفاية من النهاردة انا مش حبصي لك حبصي لنفسي وحبصي لدنياتي خش يا عروسة برجلك اليميل ايه حده؟ بقولك العروسة كمال اخلع فضل يا عروسة برجك اليميل لا، هخشي بالشمال اصلنا شغل من رجل فعني حلوتك يا بيان الليلة لنتي الليلة لنتي يعني فرحي يعني دخلتي النهاردة واسمع سلام ما تزوئيني يا ماما أوامي يا ماما ما تزوئيني يا ماما أوامي يا ماما أيوة ما تزوئيني يا ماما أوامي يا ماما بعريسي حلاغاتي بالسلامة يا ماما شما شما يا ماما الناس ببروز على جاني عزا عزا يا بابا كبريت اوي ويداني ايوه يوما كمان ايوه اهو 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 افيحة هو انت متعرفيش يا اختي لا ما ارفش يا اختي احنا بقينا هزبن تاندي واي خلاص ربينا اتسألها عشان يضطرني الكلام ده صحيح يا هاحا اتجاوز ترقاطه اسمها فنانة استعراضية ربينا يخليك ليه يا هاحا لعلما انا صد في امتحالات فرقة رضا بصي بقى حلاوة شمسينا اهو خلينا اهو حلاوة شمسينا اهو اهو خلينا شك 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 من يومك وعندك نيوتيبا قراني قصدي كابي بتدي اتلمي احساني لان اشرف منك يا ممرضة يا بتاعت حق اللوان العادة للرجالة هيهي كده طب تعالي بقى لما تعمج THERE بمناسبة الزفاة في التعايد Cash اماعوني يا سلام خلي السلاح صاحي من يسلاح صاحي وصاحي وصاحي حبيبا ومحمد اتهرت اتهت الخير يا عمي خير حين جبني الخير ياكتر طول ما عارفكم في يا عمي مالك إيه المقابلة القلد دي؟ أنا كنت جاء لك عايز أكلمك في موضوع خطير مش أنت كبير يا عيلة برضه كبير إيه إسكوتي؟ مش أنا صغرت يا أختي وبقيت عيل بقولك يا بيت من الآخر كله أنا راجل سفر ومنحط ودور وروح يا أختي دوروك وعلى كبير عيلة بحقيقة وحقيقي يا أمي الله ما توسع ما راحك شوية يا أمي بقولك الواضحة راح جايب نسوان تحت في الشقة يا باخته حقبال يا أختي إن شاء الله بقولك نسوان ويا ريت أي نسوان بس أنا مش داخل دماغي الكلام ده أنا حاسة مبويق أرطاسك حقبال ما ربنا يكرمني ويا أرطاسك يا مراقة يلا يا بنتي مع السلام يا عمي يلا مع السلامة بات يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيباركلك وبيقولك إنك طلعت أرجال منه يلا يا أختي وبحاج يشيجي منك وهيرو تاجي أنا مسافر في اتنام ومش عارف ظروفي يا عمي يا عمي ماشي عمي ماشي بقولك إيه الخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير أنا كل اللي أنا عايزه منك إن انت تغيزي تفاحة دي تمثلية تمثلية عشان نغيزها بيع ماشي ومش حنسالك وعقفتك جنبي يا ميسا ما توقف جنبي دلوقتي يا حاحة بجملة الجمايل يا أختي تنايل أنت بتوريني إيه ما كل ده أنا دايسه قبل كده ممكن أوريك اللي عمرك ماشي بس بقى بس بقى ما تخلنيش يا دنس بيت الأسرة صغيرة مش كفاية إنك دخلت إيه لا يا أخويا إحنا اتفقنا اتجوزك كده وكده بس ما اتفقنش تعذبه ده في نملي بيبشي في عروقي بص النملي بيبشي إزاي ده إيه المرة المنملة دي بقولك يا أمايسا أنا ما صدقت إن ربنا تبع لها من أفعالي وابتدى يكرمني حرام يا بنت الناس إن عايزة تلم بقى ثم تلميني الأول علشان تبقى لنا والتبقى عامة طبعا يا خذ سامية مهما حصل ما بيننا أخت مايهنش علي حاحا اللي عمله ده ضميري ما يسمحش هو حاحا أخويا صحيح بس إحنا ولاية زي بعض طب مستنياك يا خلف بالسلامة يا حبيبتي تذكر وإنت جاي أيوة باشر عايزة بلغ عن قضية الدعار بس بقى طب ورينه ما كانت تطعيم ده أنت دايما مع واحد عنده كولرا مش عايزة أشوف حاجة تانية اخزي الشيطان بقى الشيطان ده نفسه اتحرق من النار اللي قايدة بكثني إلهي تقولها أنت وهو في يوم واحد أطفنت والمعنزة بطتا نقطي بطتا نقطها يا حبيبي نقطها يعني البطتا وضفيا تقفيا على طول العبين تقل يا رئول عليه ديل ونكر ما قطت يا حلمة لا 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 يا شباب يا شباب بطت يا شباب وعودان انا حاطق طب تعالي بقى موريتي تصليفني بقى ازاي يا فجرة فرحانا بنفسك يا بنت لدي نفسك يا دعا تعال ايه يا بنت سامي ما عليك شو دعوه بيه اقولك بس حاجة استاني ام يا بنت اقولك حاجة يا بنت استاني ايه ايه هاي تضحك علينا بحكاية الموتير دي تاني موتين ايه يا بنت مفيش يومة ده كان فيلمه والبهجف في اخره يا سامي يا صدقيني انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي ملع دي يا روح امك وحياة قلبي لن ورياك انا هوفت عليك ملتجية مصر كلها لو شفت في فرح هيكسره رجلك انا هورفت من دي يا ناس اشهاده الرجل الذكر ما عملش حاجة لدي الدخلة ما تباحش القطة عشان هو اللي طلع قطة طلع قطة انا اطلعت قطة شفت بقى هيسلحيتلي في المنطقة كلها وقلت عليها قطة الزجعة الاصيلة ما تسيحش الجزعة وطاقف جنبه يا قطة استنى سامي يا واحد ابوك ورحبت امك بحسينك وسمعني سلام لو انت قصت شركة تدلعني من غاية النار طبع الخير يا دكتور ما عشش عطالك ثواني ياسميني دي صاحبتي اصلا يلا بنات بقى خشوا بيانا يلا يلا باني وجيجي قعدوا هناك انجي وصارت او جوه جوه انا هجابكم عبير وميمي ورا او جينا او جينا بعشنا انت اي افضل انت تعملوا ده انت جيلتك مفيهاش راجل خالص وانا مش عجبك يا دكتور اقول لي مش مهم انا المصيبه انك عجبهم هم انا مستعد لقدي ان استقالتي للمجلس الاعلى للجامعة مقابل ان افهم هم عجبهم فيك ايه بقولك يا دكتور لو ناوت استظرف وتعمل نمرة قدام المحاضرة انا ممكن اخد البنات وانتصحب فورا واسمها لك نشفة لا يا اخوة على ايه خليها اضطرية خليها اضطري اتفضلوا اه طب اسمعوا يا بهوات مشروع السنة دي لا حيبقى محسوبية ولا صحوبية ولا حتى بالحروف الابجدية مشروع السنة دي حيبقى بتواريخ الميلاد يعني مثلا يا سمير انت مباليد شعري كم انا تسعة عشرين فبراير هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير اللي مواليد فبراير يوقف ايه ده هندسك كلها فبراير طب اللي مش تسعة وعشين فبراير يوقف هيا دي مجموعتك يا سمير يعني غير اللي انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعة ولان بس مواصلتش نعمله مع الحمر ابت الحمر ده موحمر فعلا انه يخلف باكل زاية يلا يا كلب الساقة يا كنبارس لا تجيب سرت الساقة باحتك هنا يا شهيد ما اقولك لا موامي تعليلي كلها دلوقتي حانا غلطت انا؟ موامي سيبوت غفوت ايوه عشان انا قلتلك من الاول اتفاعل دلطر واصيل عشان ينضحني زي ما بتتفاعل كل الدكاترة يعني ايه مش عايز ياخد فلوس ايه؟ 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 ما عرفش ده هم اخوات يبيبوا بشي دول مش عارف اسموه مين بيتخانهم يا انتو بقى اللي عميني بلطغية ومستسعين لنفسوكم لا يا دي انتو هو يا فوقوا لنفسوكم ده انتو خشو اشو الكرانيش ولا ليكم لازمة علي الطلاق افوت فيكم التلاتة ولا يهن منه طبعا انتو شفتو دكتور بصير المحترم لكن ما شفتوش دكتور بصير العرباطي اللي كان بينام على الرصيف كنت بقوله رصيف التاخر عشان ينام جنبك ده وانا تشنوكم يا حيلتها انتو هو كنت بناي من بابا من المغرب سامير مونيري الخطير شاهير مونيري الخطير بهير مونيري الخطير قلتولي بقى ان انتو مولوجين في نفس اليوم يعني توقب بسم الله ما شاء الله صدقوا انتو شكل بعض تماما فو لو انقسم التلات انصاص التلات انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا ان اخوات بس مش توقب مش اخوات وفي نفس اليوم ما هي دي يبدل بيسموها توقب ايوة صح على فكرة الراجل ده عنده حق اخرص ايوة يا دكتور احنا توقب بص يا دكتور انسى اللي احنا التلاتة يبقى عبادة في مشروع واحد انسى؟ طب انا احكيه لكم بقى قصة كفاحة المشروع ده انا ابتدت فيه يجي اكتر من تلاتين سنة ولسه مخلصوا مبارح ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالمية يا دكتور مش هتوقب تحكيلنا قصة حياتك حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو المشروع هيتعمل هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي ايه؟ يخربت قرفك انت سايب المشروع اللي حطوك فيه معاولات شهيرة وبهيرة وقاعد تتفرج عالسقق تاعك ده؟ ما وكله منك؟ حده قالك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح اللي خلف ما ماتش انت طولي ابنك ليه اربع افلام في السيمة اربع افلام بقافات لو حمك ليه يا رب؟ ليه يا رب عملت فيها كده؟ ليه ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا عطر حصان بتاعه؟ طب ولما هو حبيبك اوي كده؟ ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعة تانية في المشروع بتاعك وانا ليه هنا كلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ حمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون يجرجارك من افاكي ويقفلك الجرنال الاصفر اللي انت شغالة فيه ده؟ اه؟ يجرجارني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظة على نفسها عشانك وعشان جمهورها انا كان زماني اكبر نجمة في مصر يا سلام، سلامين تلاتة انا كان معروض علي بطولة افلام كبيرة اميرة حبي انا، الناصر سلاح الدين، عنطرة بن شداد، حب وكبرياء انا اللي كنت بقول لا عمري مرضيه تمشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا عبر حتى ريجيسير انا اللي كنت بقول لا انا ايامة بهدلت مرمطت عشان اجيبلك اللقم عشان اكبرك وعلمك وخليك بني آدم سامحيني يا امو انا انا من ساعة ملبست المشروع ده انا مش عارف بعمل ايه ولا بقول ايه بس الحاجة الوحيدة اللي انا عرفها انه عمري ما هلاقي ام زيك ايه ده كبوس هيست الكل مفيش حد عاد لي اوه البنت عفاف رح يتقابل خاطبها وميرفت صاحبها النهار تعيد ميلاده فرحت عشان تجيب له اهتي اصغنانة كده عقبالك يا حبيبي يا ربي على المواد يا ماما انا مش بتاع جوز يا شهير يا حبيبي انا نفسي اشوفك عايش احلى قصة حب رومانسية اه واحدة تكتب لك شعر وانت كون تكتب لها شعر يا ماما انا ممكن اكتب شعري ماشي اه صاحب اوكي بس مش ممكن اتجوز انت متخيلة شهير مونير لو اتجوز فيه كان بنت في الجامعة تنتحر بيتهالي الجامعة هيبقى فيها الولاد بس وبعدين يا ماما ونبي يفكك مني وركزي في شغلك يا راجل ده يا ماما هو الاسبت يا واد يا واد ما تستعبطش دي تنتك دولت اه صح ازيحة بك يا تنتك اهلم يا حبيبي ايه التخل ده اني معجزة انك قادر تتحرك لا هي المعجزة يا تنتك ان حضرتك اصلا لسه عايشة دولت دلوقتي وبعدين كفاية شد بقى ده انت يعنيكي بقى اتفاية كده يا واد اهب كده ايه اللي حصل لك النهاردة خلاك اتقلبت بالشكله ده لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير اخواتي اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني حاضر يا ماما ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي وهتعمل ايه يا زريف مش هعمله طبعا مش هتعمله انت عايز ولاد سميرة وبهيرة ينجحوا وابني انا ابني شهيرة يسقط ده مخفيش مش هينجحوا بهير بايه الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربية هتقطع ايش وحيات دين يا عبدالصمد لو جبت المامي سيراني سوقت العربية لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد لا لا خلاص مش هقولله ايوه ايوه سميرة ايوه بالزبط انا سرقت الحصان سرقت الحصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقى فتحت البيت اتنرفستي انا ارفزك اكتر بقى وحسرقه كل يوم يا سميرة لحد ما تبيعي العربية وتجيبيه الحصان اروح بيك جامعة زي الاستاذ يلا سلام ما تصدع اليك اركان لي ده ما تروحوش ها استنوا تحت لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول انا في المشروع ده فلوس بس يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المونتج ماشي يا عام السوبكي بقولكو ايه انا شاف ان احنا التلاتة قبيض من بعض تعالوا نعمل مشروع معاقد ما يتفهمش منه اي حاجة فالدكتور يضطر ينجحني صح او يضطر يسقطني صح ايه رأيكم ان احنا نفاجوا ونقدم له المشروع اللي هو عمله في تلاتين سنة فاربعة ايام دي فكرة جميلة جدا طبعا بس مش شاف ان اربعة ايام ده كتير يا معاني انت عابل يا ابني عايز تعمل مشروع دكتور عمله في تلاتين سنة فاربعة ايام ايه احمد زهير يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شوية حيات كده ونلعب فيه ونقدمهوله على انه المشروع بتاعنا هو لما حيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه وشبه المشروع بتاعه مية في المية حيحترمنا وحينجحنا او حيكشفنا ويشلحنا اسمعوا كلامي الموضوع السهل ناخد الرزق ناخد الرزق تاخدوا عشهير سمير مش عايزك تزعن مني ما قلت لك كلب السقق هاكم برصا لا معلم الكلب السقق دي عادي كن برص ديها لدائتني ما تراجت انا شعير علي اوي السقق ها؟ بيموت في انا دراعه مين لعلمك يا راجل بانط من قطرة واركب خيله بانطخن مع اوسه ده واخش في النار و بعمل كل حاجة ايه ده؟ دي الوحيد انا باعرفش عمالك اتهاي ازاي دي انا اصاب عليك اولي اصاب انا لسه كنت بتدرب عليها انا اخلص من المصيبة اللي احنا فيها دي ساواجه معنا واي ايه؟ انا اعاوز افهمة ماتجوزة راجل ولا افز جوافة؟ افز جوافة افز جوافة وبعدين من ايه؟ جاهز الناظر مكانش يقصد وانتي فهمت الموضوع غلط هو ايه؟ ما كانش يقصد بقولك حاول يبوسني حاول يبوسك وانتي ضربتي زي ما قولتين يعني خد جزاقه خلاص يا راجل اي فهل الراجل عايز يرفدني محولني للتحقيق خلاص ما تروحيش انتي بكرة المدرسة وانا حعدي عليها الزاقه خلاص فكيها بقى احنا ما صدقنا اهلك الخامد وبدري النهاردة اوعى ما فيش في دماغة غرقلة الادب وبس طب هاتي بقصة طيب احترم نفسك يا متولد يا بتي في ايه انا جوزك وانا الناظر طب هاتي في النور القوي احلى جملة حب اسمعهاuhという النور حالا شكواه فين اللي بتاعلك اصمام movie ما فيش هلسس علعاق تانى فلما تراسك خلاص انا لغيت الالعاب وما فيش قبل انشراحه او لكم انا لغيت الفصحى كمان طب النظر ايه واحد عايز ايه من حضرتك باره ومين ده؟ اسمه متولد خليه ادخل على انشراح ايه حضرتك انا اسمي متولد جوز قبل انشراح مدرس الالعاب اللي ساعدتها كنت عايز تبصها ببصها؟ وانت جاي عايز تعمل ايه يعني؟ اه 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 المدام متحولة لشؤون القانونية شؤون قانونية يا عام خلينا نتكلم مع بعض بقى فضل من هنا يا استاذ ارني طلع جانها لبرة يا عام فيه ايه ما يالك؟ ما تخلناش بقى نتخور عليك وما انت يدي عليك بقى انت بتهديد دي بكتبي وديد مبلم الموليس ايه عامل يا صابة انت والمدام؟ برضاك انت؟ ابسكوا جانها دا لحد مبلم الموليس بزعط الفضيل بزعط الفضيل وزير التربوية التعليم بيمر في زيارة مفاكهة المدرسة ما معاني الوزير زير في مدرسة غور غور بالوشي غور غور شكرا لك المترجم의 الضحية اتوام الضحية اتوام الضحية نحن نرحب بسيادة الوزير ومزيارته المفادقة ونقول أنه نحن جاهزين بأي مبارا سمعون النشيد يا أولاد أبددي العينة بالعينة 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 أحمر لا مش ديخ أبددي أبدو الحندوق ديجين ديجين والحندوق ولا ديخ النشيد الوزير أبددي سرقتي لك أبدو الحندوق أبنائي وأبناتي أشكركم وأحب دلوقتي أشوفكم في الفصول اتفضلوا معقولة متولي؟ إزاك متولي؟ سعد الوزير معليكم عشني جداً أفندكم يا راجل يا راجل يا بكاش أنت مش قلت أنك هتيجي عند الوزارة وتشرب معاه الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى وأنت سيد العارفين أيوة أيوة أنا مقدر وعارف بس كمان أنا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معاه الشاي حضرت باشر فرصة جميلة يا متولة مع ألف سلامة باشر شرفت المدرسة باشر ما تطلب الموليس عبد الفضيل مستني إيه؟ متولي بيه؟ اللي ما يعرفك يجهلك تسمح لأبوسك؟ هيبقى أنا ومراتع بفضيل اخلع ورا الوزير الأنتيم بتاعي ماشا ماشا ما أنا عايزة فهم بقى انت يا حكايتك بالظبط يا متولي طلعتني من الاسم بمنتهى السهولة ورجعتني شغلي والناظر رقاني والشكوى اللي متقدمة ضدي اتلغت أنا عايزة فهم انت مين بالظبط يا متولي؟ حكوم مين يعني يا انشراح؟ حتي الطباق قلبان لا راح ولا جهة؟ بقى وزير التعليم بنفسه أول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت أصلك ما تعرفيش الحكاية يا انشراح وزير التعليم ولا 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 خليك معايا وزير التعليم ده كلم الإيدي تمامين أيما كان وزير صغير والأكل عجبه عشان كده شايل الجميل لغاية دلوقتي طب وزير التعليم مفهمنيها خرجتني من الاسم ازاها متولي؟ ما هو وزير الداخلية كان بيأكل معاه حالوة دي بل لي واحدة تانية أنا عايزة اسمع كل النوكت اللي بتتعلي كلها ما ينفعش يا رجز النوكت دي من الحاجات اللي بتتبيزناها تخلي الواحد يغزي الهم هو في حاجة حصلتلي كده هي مش نوكتة موقف يعني حصللي وأنا باشتغل على العربية كنت متعود كل يوم الصبح ساعتك أعمل اتنين طاجن طاجن اللي بتوع الكهربا وطاجن اللي بتوع البلدية أعمل والمصلا اللي بيشتغل معايا عكس التواجن إدى طاجن الكهربا اللي بتوع البلدية وإدى طاجن البلدية اللي بتوع الكهربا راح بتوع البلدية جوم شايلين العربية وبتوع الكهربا عطعوا الكهربا علي يظهر ان انا عكيت يا فلو بيخة مش كده فعلا بيخة اوي اخدر ايه ايه ده تعور الود على فكرة ما انا قلتلك يا اساس معتزمش عايز دوبلير ما عليش ما عليش ما تحصبش نفسك قوم انت عامل انت ومشوري الحيوان ده لا 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 حيوان يا حرام عليك حرام عليك ما تكساش نفس الراجل خليه يقبض اليوم هو اسمه اسمه سمير يا سمير على مهلك يا ابني على مهلك عشان رجلي على مهلك على مهلك يا عم انت ده الاهد لله عاجبك كده ما انت اسفعش الكلام عام سمير يا ابني انا مليش في الدوبليرات بحب اعمل شغلي بنفسي وبعدين انت بقى لك اربع افلام بتيجي يا اما تقعد وما تشتغلش يا اما تشتغل وتتداخدك يا سمير اصلا الله العظيم يا استاذ انا بحبك او امنية حياتي يعني ان اشتغل معاك شرف ليه شرف ليه بس يا ابني انت زي اخوة الصغير وشكلك ابن ناس الله حتستفيد ايه لما تداخدك ولا يجرى لك حاجة وعيش انا بزنبك ما في ستين داهية وانا في ديك الساعة اساس لما اتعور ولا موت حتى بدالك من اله الا الله ده بطل العالم في الرجال سمرة ركز معايا هتسمعني بصراحة بقى انا خايف عليك تتعور او يجرى لك حاجة علشان انا شايلك الكبيرة كبيرة ازاي عنا اساس التقيلة ازاي عنا اساس الضخمة ازاي عنا اساس مش لاقي كلام تاني يا صامرة ركز معايا انا شايلك للفيلم اللي جاي انا معاك الفيلم الجاي اساس حكت فيلمها صامرة ملقوش حل اسم ابراهيم ايه اشوف انت عايز تعرف الناس كلها اسمي اش اخر معاك ابيض احمر اتماعلم لسه مارسناش على اسم ومليان حاجات من اللي انت بتحبها غيس يا عمى بقى مطا بمس نجوة امعاء ضرر وودان بالطير ومنتج ايه بحبوح 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 بالميت حترزقلك بارنب طيب اه وانا ليه في كم مشهد في المادة اساس انت لك كل المشاهد تسمع الممسطرة مجمونا اسمي اندي صبري انا هعمل معها مشهد واحد بس كده في القطر ونمشي وانت ده اللي على نفسك بقى انا اساس محبوظ عب عزيز مع نسيز عمر واكد مع نسيز مروان حامد مع نسيز عباس أبو الحسن يعني عايزك تتنطلق انا مش عارف اقول لك يا اساس ما تقولش حاجة ما تقولش حاجة بس عايز ترفع راس عارف هذا سميل اذا ربنا كرمك في الفيلم ده حتتنتر نطر الفوق وبقابلني لو نزلت تاني نطر الفوق ازاي يعني انا اساس فوق نجمك عالي وملامحك كلها حتتتغير اش عين واشي رجل تمانية سنتي ثلاث ثواني يعني موضوع تاني استاس ده كتير علي والله العظيم انا مش عارف اشكرك ازاي ما يكترش عليك بس السر ببير تمام؟ سبنا بقى نشتغل شوية تفضل استاس تفضل لقيت فضل يا جماعة حد اخد النطر ده انا اشيلها فوق دماغي يا استاس حلال عليك النطر وفي عربية حمرة واقفة برا لو عايزة الله يباركلك وفي حصرين كنازلة السمان ربنا يعزك وينزل المهندسين هتلاقي السين وحمصة مبروك عليك ربنا يكرمك الله يكرمك اي حاجة ربنا يخليك يا حبيب الله يكرمك حاضر يا استاس اش ممكن سمير كت هاي عالي اوي السق عالي اوي فاعل ان السق شوفوا لنا رجل واخبارها ايه اقول نبي يا جدعان حد يشوف لنا رجل واخبارها ايه عشان وقعد كعب انت كويس يا السقه سقيت مين انت ايه اللي ما عادت كره موسيقى موسيقى شهير دي بتاعت مصطفى امر سواي يا حبيبي خدني معك بس بتاعت مصطفى امر يا حبيبي خدني معك ما قولك بتاعت مصطفى امر صاصو قليز موكي متتكلميش في حاجة انت مش فهمها الاغنية دي انا كنت مألفها ماي اكس وبعدين مصطفى امر غنى وبعدين مش عاجبوا الاغاني اللي شهير بيغنيها ما يطلقش رحالات مع شهير تاني مفوم؟ اسمعوا بقى الاغنية دي كنت مألفها الياسمين في الفالنتاين موسيقى 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 يا ربي على الفصلان وقفت لي يا مرعي؟ العجلة الورانية تعربت شهير باشا طب حضرلي كوريك موسيقى 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 يا عبدالصمت خليهم يجروا بالراحة شوية يلا طلع لبعده ما خلاص خلصوا كده يا بهرب ايه على فكرة لسه ما خلصوش لسه واحد يا عبدالصمت ماينفعش يا بهير بايه داني اللي بشغل اللعبة عادة شغل هانا بهير موسيقى سعى صوفي بهير انت مش هتباطل الشقاوة دي؟ هبدو تباخ دخلي جوا متعور حرامة عليك يا اخي كده مين دلوقتي هيعمالك الكريمبرو ليه اللي انت بتحبه؟ يا مامي انا ما بقيتش صغير وقلتلك الكريمبرو ليه لا انا ما بحبوش جلن باعه سفيدي خلاص هيا كلمة واحدة اللعبة دي ما تتلعبش تاني ابدا يا مامي بقى عزة بس بحبوري اقول لي مامي ايه؟ يا مامي بحبوري اقول لي مامي ايه؟ بحبوري اقول لي مامي حاضر وكمان انت بتروحش الكلية الدكات ركلموني واشتاكوا منك داكور يا مامي حروح الجامعة يلا ايدك بقى على تمن تسعة تلاف جنيه كده عايز اشتري بوكسرات جديدة انت هتستعمد؟ انت مش لسه شاري بوكسرات الاسبوع اللي فات؟ بوكسرات من الاسبوع اللي فات ادمت طبعا يا مامي انت تحيب بوكسر طلعيلي واحد فيهم متكرر مش مسألة متكرر ازاي بقى عندنا اكبر مصنع ملابس داخلية ولونجري في البلد وتروح تشتري من المنافسين عشان انتوا بقى لكوا اكتر من خمسين سنة لسه بتصنعوا زاي ما انتوا سوري يا مامي كيلو التطل بيضة دي الي ها خلاص بقى قدمه ديه محدش بلبسها عقصمت اه لابا لبسها غتي ايه ده؟ انت بتتالي طيب مفيش فلوس بحل ارجع يا مامي بفيش مامي؟ بحبور يقول لي مامي إيه؟ يا مامي بحبور يقول لي مامي إيه؟ بحبور يقول لي مامي حاضر أيوة هباحة وأشتري أحصان بدأ أعطل كل خمس دقائق ونخليه منظري زيبت في الجامعة ما تقول ليش بس ماينفعش أروح الجامعة بحصان عشان الأستاذ طلع في برنامج قبل كده وقال إنه راح المعهد بحصان أيوة يلا بتدي غلطي في الأستاذ وقال لي أدبك زي كل يوم عشان السكة تقفل في وشك يلا أيوة أهو 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 يلا هاتوحشينا باي باي اسعدت من خسان ويمام جميع الأزهو الجامعة جميع المعودة 하 покупانات الأزهوة هم العايق ونتهم همون أخباب